منذ بدء العملية العسكرية التركية الجديدة في المناطق الحدودية من شمال العراق نفذت قواتها 238 عملية قصف في كردستان معظمها في دهوك نتيجة القصف احترق أكثر من 20 ألف دنم زراعي ووضعت أكثر من 600 قرية تحت ذهديد النزوح مع نزوح ما لا يقل عن 160 قرية بالفعل تشير التقارير الرسمية لتنفيذ تركيا 1076 هجوما في كردستان العراق منذ بداية العام الجاري توغل برية كل الأخضر واليابس بحسب مدنيين في الشمال يترافق مع تعهد تركي على إتمام العمل بمشروع طريق التنمية الدولي والذي يعتبر بحسب خبراء مصلحة اقتصادية وتجارية كبرى لتركيا وهنا في صورة العلاقات العراقية التركية الدبلوماسية ودور الوساطة التي يقودها العراق بين سوريا وتركيا تطرح التساؤلات حول مصير المصالح المشتركة بين بغداد وأنقرة ليس فيما يتعلق بمستقبل طريق التنمية الذي يعول العراق عليه اقتصاديا في فتح بوابة تمهد الطريق لتبادل انتجاريا عالمي إنما لما يعكس ترجمته التوغل البري الذي بدأ يقلق مراقبين حول مدى استمرار وعمق ذلك التوغل لما أوقعه من ضحايا مدنيين وصل عددهم إلى ثمانية أشخاص وخلف خرابا في قرى عدة ومعادلة السيادة العراقية تتصاعد المخاوف الأمنية والعسكرية مع حديث وسائل إعلام عن استعدادات تركية لإنشاء قواعد عسكرية جديدة بدهوك في المقابل فإن أشادة الرئيس التركي بالمقاربة العراقية لعودة العلاقات التركية السورية توضع في حسبان قراءة المشهد المستقبلي لما سينعكس على مصالح العراق الحدودية الأمنية والاقتصادية مع كل ما تشهد المناطق الشمالية من عمليات عسكرية متسارعة